بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء دايماً لما بنيجي نجلس من بين إيدين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بينصحنا نصايح بتخلي حياتنا مختلفة تماماً وهو نصحنا إن إحنا نجلس مع الجليس الحسن ونصحنا إن إحنا لا نجلس مع الجليس السوء بس في الغالب في ناس ما تسمعش الكلام ده ولما بيسمعوش الكلام ده بيحصل لهم أثار وخيمة لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من خير إن إلا ودللتكم عليه وما من شر إن إلا ونهيتكم عنه في شر كده الناس مش واخدين بالهم منه وبيسري في حياتهم لغاية ما خل حياتهم صعبة في جليس كده جليس من النوع السمي اللي بيسمم الحياة جليس كده يسري في حيات الناس والناس مش واخد بالها فيسمم حياتهم للدرجة دي هو جليس كده خبيس كده آه جليس خبيس إيه اللي جليس الخبيس ده؟ حاجة اسمها الخوف من الفوات اللي هو الخوف من فوات الفرص اللي هو بيسموه الفومو اللي هو الفير أوف ميسنج أوت وده موجود في حيات الناس كلها في ناس كتيرة بيعانوا من الخوف من الفوات أولادنا الشباب وكمان للزد عندهم الحكاية دي كتير قوي بس الغريبة كمان إن الناس الكبار كمان بقوا خايفين من الفوات في ناس كتير يعين بيعانوا من إن أولادهم يفوتوهم ويسبوهم فتفوت عليهم فرصة الأنس ويا سلام كمان لما الخوف من الفوات يبقى كمان في الدين فواحد يخاف من فوات فرصة العبادة إنه هو يبقى عابد ويا سلام للناس بقى اللي بيكلموه على فكرة الالتزام يخاف إنه هو ما يبقاش ملتزم وتفوته فكرة الالتزام ويظن إن ربنا غضبان عليه لإنه فاتته فرصة العبادة علشان هو ما توفقش ليها ولا فاتته فرصة الدعاء فأقاتل الاستجابة فيشوفوا إنه خلاص أنا خلاص قاعد تعالوا كده أفكركم بالشعور ده هو قاعد فاته إنه ويدعي في وقت الإجابة فيحس إنه قادرت فاتته الفرصة فهو عايش بفكرة الفرصة الأخيرة وخلاص فاتت فرصته واللي خايف منه حصل إيه اللي خايف منه ما حصلش إنه ملحقش يدعي فهنا بيكون شايف إن عبادته هي اللي بتجلب عليه الخير مش كرم ربنا سبحانه وتعالى وصفته اللي هي صفة الكرم والجود هي اللي بتغير حياته لا وشايف إنه هو عايش بنفسه مع أن العلماء كانوا يقولون انتبه أنت به أنت به سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله والله فعال لما يريد والله لطيف بعبادي فكل ده بيتنسي وعشان كده كتير بيجينا سؤال في رمضان واحد جاي يبكي وحزين أنا نمت في ليلة القدر وما صلتش ولا قرأت قرآن هو كده ربنا غضبان علي طب هل كل ده أخدت سوابها ولا لا ولا هي ليلة القدر ضاعت مني خلاص وفي غير رمضان بيجينا سؤال هلالنوم عن صلاة الفجر علامة عن غضب ربنا علي وهنا بقى بنقول له تعالى بس نتكلم في أصل القصة انت أسرت ولا ما أسرتش ما أسرتش وخلاص بلاش فكرة انتظار الفرص دي زي ما تكون هتيجي تخبط على الباب فيه ناس كتيرة بتنتظر الفرص وكأن الهداية هتيجي تخبط على الباب لا لازم السعي زي ما حظت النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث السفر اللهم أنت الصاحب في السفر فكل ما تسعى كل ما يأتيك مدد ربنا سبحانه وتعالى وقل اعملوا فسأر الله عملكم ورسوله هو المؤمنون اللي بيسعى اللي حاصل ما بينضبش حظه ان الفرصة راحت منه لا اللي بيسعى بيبقى هدفه الأساسي الإخلاص وانه تزيد همته وعشان كده احنا ما بندعوش حد ينتظر لان الإنسان لما بينتظر والشخص المنتظر ده همته مطفية وإخلاصه فيه شك لانه منتظر لانه لو كان مخلص لا بادر بادر فقد فاتتك الغنائم وقاسموها وانت نائم فلو رأيت الذين فازوا نحتك ما ناحة الحمائم قم لي حبيبي القلب لازم ولازم الباب يا معنى إن الشخص بقى دوت الشخص اللي هو الشخص الصادق هو من يلازم فلازم الباب واسعى إلى الله سبحانه وتعالى تاني حاجة الشخص اللي بيبقى منتظر ده إنه فاتح على نفسه أبواب جهنم فاتح على نفسه باب القلق وبالشك هو منتظر أن تجي له فرصة وكمان فاتح على نفسه بوابة الهوان للأسف فاتح كل ده على نفسه كمان الشخص اللي قاعد منتظر تجي له فرصة الهداية مش شايف نعم ربنا سبحانه وتعالى اللي بين إيديه ومتصور أنه هو منتظر فقط النعم لذلك نحن دايما اكتبوا على قلوبكم كده نحن لا ننتظر ولكن ننظر احنا ما مننتظرش فاتح ربنا ولكن ننظر إلى الله الفتاح فتفتح علينا كل الأبواب ويفتح علينا أبواب الكرم لذلك احنا ما مننتظرش طب احنا بقول كده ليه لأن احنا لو ما مننتظرش ده أعظم علاج لداء الخوف من فوات الفرص وعشان كده كل النجحين عارفين إن نجاحهم اللي هم فيه مش على قد تعبوا وإن تعبوا ما وصلهمش لكل النجاح ده الزيادة دي جاية منين جاية من عند ربنا وزيك الناس عارفين اللي رزقهم الكتير دوت من عند ربنا فيه ناس بقى كتير أرزاقها تأثرت في ظروف كورونا والظروف كمان الحالة العالمية اللي احنا هيشينها لكن فيه ناس تانية برضو كتير ربنا سبحانه تعالى فتح لهم أبواب في أزمة كورونا ووف غيرها وده أحد تجليات حديث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكلي رزقكم كما يرزق الطير ولذلك إلا حاصر وربنا في القرآن علمنا إننا ما نبكيش على اللي فات وما نبكيش على اللبن المسكوب لكي لا تأثوا على ما فاتكوا لا حدش يفضل يبكي وكمان ربنا سبحانه تعالى قال وهو بيوصف المنتظرين على على طول كأنهم لزئين في الأرض مش عارفين يتحرروا من أوهمهم ربنا سبحانه تعالى يقول يا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض يعني إيه تحس إنه تقيل تحس إنه هو وكأنه خايف إن الفرصة اللي هو فيها دي ويقول لك إيه وجع تعرفه أحسن من وجع ما تعرفوش وإذا تعرفه أحسن من إذا ما تعرفوش وكأنه خلاص سلم إن ربنا بطل يبقى لطيف بعبادي أعوذ بالله ودي حقته في الانتظار في حين ربنا سبحانه وتعالى وصف عبادهم مؤمنين ووصف بعض عبادهم اللي هم من أهل الخير وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله مش قاعدين مش منتظرين بيتحركوا ويا ما شفنا الحكاية دي ناس كتيرة قالت الظروف ومش الظروف ووقفت وقالت خلاص الأبواب اتقفلت وقعدوا فضعت حياته وناس مشوا اكتهدوا وصاروا في الطريق وما انتظروش فربنا فتح عليهم الأبواب وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا بلاش ننتظار إلا هيوصلك لعجز فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز